تقدم النادي الاهلي على نادي البنك الاهلي 2-0 في جوت أول سيطر فيه النادي الاهلي على أغلى فتراته وتمكن من إحراز هدفين بطريقة ولا أروع الهدف الأول لعلي معلول من ركلة حر بشرة في ديئة 18 ثم هدف آخر أكثر روعة من أحمد عبدالقادر في ديئة 30 كابتن شريف تقدم السحق تقدم السحق معلول والحلول معلول أحد الحلول صح وده حاجات من اللي انت نوهت عنها في كرات السبتة في قبل ما نبتدي المباراة وكل الكابتن قالوا لابد من النهاء المهمة بأي شكل من الأشكال عشان تقدر يكون لك الوجود في الملعب وتلعب مع عصابة هادية بقى وده اللي احنا شفناه بعد الهدف الأولاني الحقيقة وجرأت جميع اللي عيبة على تكرار المحاولة تكرار المحاولة أبرزها حمد عبدالقادر وبيلعب كرة برضو بنفس السقة وبنفس الشخصية في الجوم بتيجي في العرضة وبخش ومحمد شريف كان يقدر ينهي المباراة خالص يرضي على خلاص نصفر 45 دقيقة انتهت المهمة بالكرة اللي هو انفراد عن طريق برستاو برستاو اللي بيفجئنا النهاردة بتحرر في وسط الملعب ما عرفش قال ليه تعليمات مستر كولر بزيادة حاجة بدلية بينه وبين أفشة مثلا نشوف أفشة بيروح وهو بيخش الجوة وبيحرر محمد هاني ده شكل اللي احنا شايفينه دلوقتي ده هل ده متفق عليه ولا هو استلامه تحت ركابة خلاه يعمل لوحده التحرك ده ويدخله الجوة باقي اللعب انا شاف ان حالة الدفاع بتاعنا فيها استقرار وفيها شخصية اللاعبين اللهم مواصقين في نفسهم خاصة ناسر إبراهيم النهاردة الحياة صحيح عامل شوت ممتاز يعني مران عطايا وديونج نفس الشكل نفس الوقتيرة قول لي ديونج ان انت بتفكر برضو في التصويب النهاردة وافتتح سكة التصويب بكرة جميلة جدا عن كذب عبو جابل بشكل كويس فنتمنى ان يكون الشوت اللي جاي الحلول والمحاولات بتاعت الاطراف تصمر بقى عن هذا في اكد الانتهاء المجرار النهاردة بإذن الله تصال عليها ان شاء الله بإذن الله نتيجة منطقية طبعا الكابتن عليها لأحداث الشوت الأول كان الكابتن شريف تكلم عن بيرسيتاو بيرسيتاو متحر كتير جدا بس كل تحركاته في القلب وراح كمان الناحية التانية وسابل حتة دي لمحمد هاني خالص والتواجد كله اتحس ان الملعب برضو ماي الناحية الشمال بس ايها الحمد لله رب العالمين نادي الاهلي مسيطر ومستغل الفرص ضيعنا فرصتين بس جبنا فرصتين نادي الاهلي مستحوذ مسيطر على أغلى فترات الشوت الأول بأن بوفاسيليو انتحر فتح انتحر صح هو بادئ ورائف بانتحار لان كل كلام اللي احنا قلناه انه هو هاي يا رب ترية لعب العداء هاي في المساحات وهي كلام ده كله ماشي هو العشرة تحت الكرة بس العشرة ممش لازم تماما فكل المساحات وكل لعب موجود كواه ازا ما قلنا احنا استغلان نديل بالزبط انت سابق المساحات انت مستحوذ تماما على وسط الملعب ديانج ومروان ومجدي واللعب مفوش اي مشاكل خالص بالعكس المشكلة الوحيدة لو انت انت لا تعمل لكن هما وما قطعش منك كورة ما عملش منك ضغط لا انت كل حاجة بتعملها بارتحاية تماما هدف عالي معلول بعدين هدف احمد عبدالقادر المور سهيله تماما برسي تاوي دخوله الجوه يمكن هو اللعب كله هناك فراح اول وحده على فكرة اكيد استحاله ودي الفن هيقوله سيب مكان بتاعه لكن هو عايز يلعب عايز يتحرر اللعب حلو دعيب كله في وقت كده اللعب يبقى اللعب عايز يلعب في الروح سيب مكانه وهو عمق اصل برسي تاوي كمان يا ايمن عمره شفت مباراة كاملة ملتزم بالخط مش طريقة لعبه هو بيحب على الخط لكن بيحب بيحب المساحات بيحب يدخل جوه كتير قوي لكن هي مؤثرتش على فكرة على ادائك بالعكس هي برضو ميداك استحواز وفتحت الجنب اليمين خاصة عن محمد هاني فماشي ادام مش مؤثرة بالسلب انا موافق بالاجاب خلاص هو عايز يلعب والمساحات فاضية اصلا بعد اتنين سفر كمان يا ايمن خبالك اللعب عايز يتلعب والنفسات فتحت والمساحات موجودة والايم في بنك الايمن خلاص تماما فيش مشكلة فانا عايزين نلعب وهتلاقي الشرطان كده برضو نفسك بس البنك الايمن برضو خطر خلي بالك في بعض الكرات حتى منها كرات السابتة يعني نشوفنا كرة صعبة قوي الكرة الاخيرة لمرت جنب الايمن لكن هو الزكاة بقى عشان يعني نخلص الموضوع كله وهدف ثالث تماما بعد كده هدف ثالث المؤراء بنسبة لك هتبقى نزهة تماما لكن بداية النادر الاهلي كانت موفقها جدا بداية بابا فاسيليو ما زي بقولك انتحر في الشرط الاول ان هو يلعب كده النادر الاهلي وسبب الاستحواز النادر الاهلي هو بيحب عشان كده النادر الاهلي قده شوت انا من وجه النادر شوت جايد جدا كابتن نوساما شوت جايد جدا للنادي الاهلي وشوفنا جول اكثر من رائع لأسكى العيب في مصر علي معلول بيستعمل مخه جامد جدا يعني من اكثر العيبة اللي بدون جهد كبير بيعرف ينتج قوي بتحرك واعي نادرة كما بالكورة بتروح منه نقل الكورة بتليها مظبوط الكورة العرضية بعملها مظبوط الكورة الخطرية بعملها مظبوط وبعدين جاب فاول في توقيت حلوة قوي ديها 18 يعني انت قابليها ما كانش في حاجة كبيرة قوي هي تزديدة ديانج بس ما فيش خطورة وطحة كبيرة انت مستحوز وكده لكن ما كانش فيه خطورة الجن ده فتح الدنيا جدا وانا قلتلك قبل الماتش تشكيلة البنك الاهلي فيها لعيبة كتير قدراتهم وجمية حتى اصل على نص الملعب ووطحة جدا ان ما اصل على نص الملعب محمد فتح الوحيد اللي هو بيلعب كارتكاز ولذلك هو بيحاول يحلها انت بتشوف طبعا بتشوف كلنا اليكزاندر مع ليفار بول بيخش من البك يمين وبيلعب كارتكاز في اوقات كتيرة من اللقاءات في الماتشات الاخيرة باسيوني عايز يعمل كده النهاردة محمد باسيوني كتير جدا محمد فتحي في نص الملعب باسيوني بيخش للعمق جوه ما بيروحش على الطرف بيخش للعمق جنبه وبقى عندك كريم بامبو محمود سعيد اسلام جابر قعود احمد ياسر منطلقين نص الملعب مفتوح جدا ولذلك انت استغلت الفرصة بتاع تعلم عليه السمه الهدف الرائع بتاع عبدالقادر وهم في المقابل بيوصلوا برضو بس هم مش عارفين يخلصوا يعني هم وزي ما انت قلت خطورتهم كذا مرة متضربة السابت يعني في واحدة كريم بامبو فاول اللي حطها ببطن رجله اللي هو اعترض عليها دي مفاش حاجة طبعا الاخيرة وبرضو بامبو بالدماغ في ايد الشناوي لقاها في ايده والاخيرة برضو محمود سعيد طلع وحطها جنب القايب وهم في الضربات السابتة بيعملوا خطورة نص الملعب متاخد منهم جدا نادي القالي مسيطر ومستحوز تماما عن نص الملعب ديانج ومروان وعبدالقاد بلعبه بحرية جدا والنادي الاهلي قدر يجيب الجنين حلوين وفي واحدة انفرات كمان وترجم السيطرة وترجم السيطرة وعنده فرصة انه يضيف اهداف بس هو بقى المهم انك تحافظ انت ميجيش في الجنة لكن عندنا فرصة لانهم يعني فتحين الدنيا جدا صحيح كابتن عدل رؤيتك الفنية لشتوط الاول وايه اللي حيحصل لشتوط التاني هل هيلعب بنفس الاسلوب البنك الاهلي ايه اللي حيحتاجه مستر كولا لشتوط التاني وبيفكر فيه طيب انا قلتلك من البداية كابتن نادي الاهلي لو غير النتيجة وجاب جن مبكر ايه اللي بيحصل الفرق قدامه لما بتجي التحول بتفتح لك الملعب عشان كده تفتحه والنادي الاهلي عمل هجمات كتير او كان يجب ان كرة محمد شريف تخشجون وكرة ديانج كمان تخشجون بس ديانج تزديدة من على حدود الثمانتاشر شهر كويس على الاقل تخرج ثلاثة نتيجة كبيرة في شت اثنين نتيجة كبيرة في شت المطر لكن هو كده النادي الاهلي النادي الاهلي لو بادر بالاهداف يمكن الهدف اللي جابه عالي معلول كرة سابتة حصل بعديها فرقة فرقة البنك اندفعت او يمكن انا عاوز اتكلم بس هي فيه حتة موضة اتعاملت في الكرة للمدربين اليونانيين في مصر يعني يخدوا سمعة كده ان هم بيعملوا مشاريع وبيعملوا حاجة فيه حد تحس ان في حد عايز يخلي السوق دي يتزق الجامد بالعكس المدربين دولهم اكتر مدربين بينزلوا الفرق من اللي هم اليونانيين اللي جم مشروع انا مش شايفه جيد ولا اي حاجة تكتيكيا ما بيبقاش منضبطين النهاردة مدرب بيلعب النادي الاهلي وبطل افريقيا تحس ان هو منضبط تكتيكيا ويطلع يقولك لا ده بيعمل مشروع ده ما بيعملش وياخدوا من نادي النادي والنادي ده يوقع ده وده يوقع ده في التحسن شودك تاني بقى ايه اللي يحصل هكملك بقى شود التاني شود التاني انا اقولك حاجة النادي الاهلي لازم يضغط ولو ضغط كويس اعمل نتيجة كويسة جدا ولكن في اخر حاجة عاوز اقولها لك ان النادي الاهلي عنده مشكلة كبيرة قوي في المواقف السابتة اللعيبة لازم الشناو يوقع في اللعيبة كويس لازم نلعب على حاكتين لنلعب على منتومان لنلعب على منطقة ما نلعبش الاتنين احنا بنلعب منتومان ومنطقة في القران اللي عليك عشان كده تبقى خطر ولتلاقي كل كرة خطر عليك كل التوفيق النادي ايه ان شاء الله شود التاني لتعزيز الفوز ومكسب التلاف نقاط وهو الالهم ان شاء الله هنروح لفاصل نرجع لحلقكم مرة اخرى بعد نهاية احداث المباراة ارجوكم انتظروا